بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم عليها اهضر الصلاة والسلام. ازيكم حبيبي ومتابعين حاوى عاملين ايه? اه النهاردة هنعمل مع بعض مع رشة انا ماخرع معاكم شوية بالنسبة لحلوية المولد. اه بس والله فعلا انا كنت تعبانة ومش قادرة خالص ان انا اعمل اي حاجة زي كده. كمان الفيديوهات اللي بنزلها. فيديوهات عندي على موبايل من قبل كده يعني. اه فمعالش عزروني شوية وان شاء الله هنعمل مع بعض كل حاجة بازن الله. اه النهاردة هنعمل مع بعض احنا عملنا قبل كده الملبن الحب. اه النهاردة هنعمل مع بعض الشكل لمع. اه مكوناتها سهلة وبسيطة وموجودة عندك في البيت. اه يعني حاجات كلها متوجدة اغلبها في البيت. اه معانا هنا اولا المكونات بتاعتها نقول عليها ايه هي? اه معانا ربع كيلو من اه جزء الهند. الخشن او نعم اللي هو الوسط دوت. بلاش تجيب الخشن اوي او النعم اوي. خلاص جده ده ربع كيلو. انا هتوضفوا البلتين بالشكل دوت. معي كمان هنا تلات اه حبات من البيت. معاهم زرفين من الفانيليا. معايا نص كوباية من السمنة. اه نص كوباية من السكر البودرة او السكر الشاي عادي. مش مشاكل. اه معايا هنا دولة معلقتين تحت هم. انا حطة من تحت كده معلقتين من الدقيق. ومعهم معلقة كبيرة من اللبن البودر كامل الدسل. كمان هنا معنا للتزيين كريز. خلاص كده اه اول حاجة هنبدأ هنحط المكونات بتاعتنا عندك مضرب. ما فيش مشاكل مضرب كهربائي ما فيش. يبقى بالمضرب اليدة وعادي وتشتغل به. هي مش محتاجة يعني. بس عشان انا ادراعي تعيجني شوية فهشتغل بالمضرب اليدة الكهربائي. اه هحط البيت بتاعنا هنا في البولة وهجهز الحاجات وهجهز المضرب ونرجع نشوفهم مع بعض. انا حطيت الحبات البيت بتعطينا اهمت زي ما انتم شايفين وحطيت عليهم زرفين الفانيليا وكمان اه افصت ملح كده هوات صغيرة. خلاص. هنبدأ نضربهم كده بالمضرب الكهربائي او اليدة وزي ما قلتلك عادي عادي مش مشاكل. اول ما هيشوا كده معنا بالشكل دوت هنبدأ نحط السكر عليهم ونضرب مع بعض شوية كده اهو. اهو السكر بداية. وهنضرب البيت والسكر مع بعض لغاية ما ياخد قوام كده شوية. بعد ما ضربت البيت والسكر في الشكل دوت احنا مش عايدين ضرب جامد يعني والشكل ده حاجة خفيفة كده. اه هناخد معنا السمنة بالشكل دوت. خلي كمان منهم حبة كده هتهن بهم الصاق بتاعاته. هنضرب برضو السمنة لغاية لما تختلط خالص كده وتنزج معها البيت والسكر. بعد ما خلطنا المكونات هي مجرد خلط. مش ضرب يعني زي ما بنضرب في الكيكات او كده. معي معلقة هنا انا منزلها في المية وهاخد بيها انا ما قلتش في المكونات. في معلقة من العسل والجلوكوز. ماشي? اللي هو بتاع حلوية المولد وكده. هتملي المعلقة بالشكل دوت. اهو. ماشي اغيرت روحي. منزلها. انا اخدها كده. مفيش عسل جلوكوز عندك. مفيش مشاكل. تحط ممكن معلقة من عسل النع. ماشي او السيرب او اللي هو الشرباط اللي احنا بنعمله بتاع الكنافة او كده. اللي هو بس يكون تقيل شوقيا. تحطي برضو معلقة زي كده. خلاص كده. هضربها برضو كده. ماشي. بعد كده هحط. اللي هي معلقتين الدقيق. وعليهم معلقة اللبن البودر. خلاصة نحطوهم كده هوا في الشكل ده. هضرب. بس كده لغاية ما امتزجت المكونات بتاعتنا. هشيل المضرب دلوقتي وهجيبه سباتيولة ونخلط جوز الهند بتاعنا. كده خلصنا خلط المكونات وشلت المضرب خالص اهو. هنبدأ نحط معنا جوز الهند بتاعنا. ماشي هنحط جوز الهند بالشكل ده. وهنقلب بالشكل ده. طبعا انا ولعت الفرن بتاعي. ماشي. وآآ دهانت الصاجة بتاعتنا. هتحط في الفرن هتبقى على الرف الوسطاني على درجة حرارة. آآ مية وستين. وما تزيدش عن كده عشان يستوي معاك ايه بالراحة. هو ما يصفر الاعر بتاعه لو ما حمرش من فوق ومن تحت زي بعده. وحمر من تحت بس هتطفي عليه. وهتولع عليه الشوية من فوق عشان ياخد لون اصفل دهبي معاك. الشكل ده. وهجيب الام هنخلصهم كده وهجيب الكيس الحلواني. والصاج بتاعنا. ونشوف هنشكل آآ الشكل لامة بتاعتنا ازاي. انا كده خلصتها اهيت زي ما انتم شايفين معنا بالشكل دوت وجفزت الا الصاج بتاعنا. ودهانته بالسمنة. ماشي. بطنيه كويس بالسمنة عشان ما تنزقش منك. وكمان جهزت القمع الكيس الحلواني. ومعايا قلب البلا ديت اللي هي ايه بالشكل دوت واسعة شوية عشان ينزل منها جزء الهند. هي زي ما انتم شايفينها كده. هدخلها في الكيس الحلواني بتاعنا. ماشي. وهنملاه بالشكل لامة بتاعتنا وننزل كده. مش عايزة برضو مع الكيس القمع دوت الكيس الحلواني. بايديك كده تبلل ايديك مية وتكوريها وتحطيها عالي. يعني الشكل بتاعها مش مشكلة. مش مهم. بس طالما متوفر عندنا يبقى نعمل دي. نحبك كده حابة ما تنجيهوش كله. ماشي. عشان ما يتقلش على ايدك والكيس يتقطع منه. خلاص. شايفي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي هلب البلاء شايفينها بس هي مش طالعة من الامر. ماشي. انا هزوتي لكده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين. سيبي مسافة بين كل واحدة التانية. ماشي. لان هي برضو ايه? هتنفش معانا شوية عشان هي فيها بيت اي وفيهاش مواد رفعة ولا حاجة. بس فيها بيت برضو والبيت اه بيبقى مادة ايه? رفعة شوية بتزيد منك الحاجة. اه في الشكل ده. كفية كده. هل نحط واحدة صغيرة هنا. عايزة تكبر الحجم بقى يرجع عليك. عايزة عنديها اكبر من كده. ما فيش مشيكل. عايزة تتصغري. بس هي ده الحجم المعقول بتاعها. هيا شايفين? هي بالشكل ده وتزي ما انتو شايفين معين. خلاص انا هكمل بقية الصغ بتاعنا. خلاص. اهي. بالشكل ده. اهي. بس يا ريت تثبطي ايدك شوية. عشان سوى يكون كل واحد ما فيش واحدة تستوي قبل التانية. خلاص حاملة تاني القوم. الكيس الحلواني هنلاوه. هكمل بقية الصغ. وهنشوف التزيين بتاعها هيكون ازاي? ودرجة الحرارة والسوع بتاعنا. اه اكمل وارجع لكم. اه انا خلصت الصوجة زي ما انتم شايفين اه واحدات الشكل لما بالشكل دوت. وكمان قطعت الكريس بتاعنا امصاف كده. كل واحدة تقطعها نصين نصين. وعملت الحبة دولة هو بالشكل ده. ماشي? تحطيها كده فوق الشكل لما. وتتغطي عليها بالشكل ده. ضغطة ايه? وسيطة كده اهي. اطعها نصين. ماشي? تطعها نصين. فتروح يحطها برضو كده. وضغطة خفيفة بسبوعك بس كده. اهي. بالشكل ده. ماشي. اهو. زي ما قلت لكم انا مشغل الفرن على درجة حرارة مية وستين. هتحطيها على الرف الوسطوني. لمدة ربع ساعة. مش اكتر من كده عشان ما تنشفش منك. اه لو حمرت من تحت معاكي. وآآ لسه الوش بتاعك. بقى تطفي عليها على طول. وتشغلي عليها الشوية. تاخد لون دهب معاكي. وبعد كده تخرجيها. هنشوف كمان بعد ما هنخرجها. هنعمل فيها ايه برضو? معنا. آآ هنسقيها بالصرب ازاي? والطريقة بتاعت التقديم بتاعتها. بالشكل دوت. ماشي. هتكون على ازاي? خلاص? اهي. بالشكل ده. وتكون عملت الشكل لمع في البيت. بآآ مأدير بسيطة وسهلة ونظيفة. وتفرح بيها اولادك. وتكون يعني احنا ان شاء الله بعد كده هنعمل حلوة المولد كلها بازن الله. هنعملها في البيت وهتخلينا في غينة على ان احنا هنشتري من برا. بمبالغ طبعا انتم عارفينها. خلاص كده انا هدخلها الفرق. على درجة حرارة مية وستين عارف الوسطاني مدة ربع ساعة. وهرجع لكم بعدين. لما بتاعتنا اهي زي طلعت زي ما انتم شايفين كده هي لسه سخنة. آآ انا حبيت اديها اللون الزيادة دوت كده لان الولاد بيحبوهم حمرة شوية. لو انت عايزة تطلعيها اصفر خلص دلشكل دوت زي كده مسلا يا دوب بتاخد اللون الفاتح كده. الاشقر ماشي. عايزة تحمريها بالشكل ده بس هي شكلها كده. آآ جميل بصراح. معي هنا دوت السرب بتاعنا او الخطر او الشرباط زي ما بيسبوك بخطر في الدول العربية. آآ دوت نص كباية سكر على نص كباية مية عليهم نقطتين اللمو. ماشي وحطيت على وشوهم بس كده ايه معلقة من الزبدة عشان تدي تطعيمها للشكل لما بتاعتنا. هندي بقهم كده ايه? هنسقس الشكل لما كده. واحدة واحدة كده بالخرشة. طبعا الشرباط هي رسة طالعة من الفرن والشرباط بتاعنا يكون دافي. لهو سخن قوي ماشي ولا هو بارد قوي. خلاص لان هي مش مسلا اللي هي النوع اللي بيبقى مسلا زي الحلويات الطرية خالص زي البسبوسة او كده. لازم تكون مسكة نفسها شوية. خلاص? اهو. بالشكل ده. وهنسيبها طبعا شوية كده في الصوت بتاعها لغاية لما تتشرب الشرباط بتاعها دوت. وبعد كده هنقدمها في الطبق. خلاص? انا كده بس حبيت اوريكو هو معي انا بعمل لها ايه? بالشكل ده. اهو. ماشي? هكمل بقية الشكل لما بتاعتنا وهسيبها حوالي عشر دقايق كده في الصوت دي. بتاع تشرب. وبعد كده هقدمها في الطبق ونشوفها مع بعض. وبكده نكون خلصنا مع بعض الشكل لما هي زي ما انت شايفين بالشكل دوت. جميلة والله. وآآ سهلة وخفيفة ومكوناتها كلها موجودة عندك في البيت. ما الا ازا ما كان موجود مسلا اللي هو جوز الهند. هو اللي هتشتريه من برا. ماشي ربع كيلو بس عمل الكمية ديت. وفيه طبق تاني زي كده كمان. زي ما انتم شفتوا كده الصاج معايا. وتبقى كمان كان محباية واحدة تاني كده. عملتهم في صنية صغيرة. آآ وتعملي حلوة المولد زي ما بيقوله للولاد من البيت. وبطريقة سهلة وجميلة. ماشي. وآآ مكونات برضو بسيطة. بقية المكونات موجودة عندك في البيت. هتقولي ما عنديش سمنة عندك سمنة عندك دقيق. كل مكوناتك موجودة في البيت. وتفرح بيها اولادك. وكل سنة وانتم طيبين. وآآ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا رسول الله. واتمنى ان الفيديو كن عجبكم. وآآ حبيبنا اللي بيتفرجوا علينا الجداد. ما دي نسناش آآ دوسوا على اشتراك القناة. وزير بتفعيل الجرس. آآ متابعين حوى اللايك والشير للفيديو. وكل اللي بيشاهدونا ما تنسناش في اللايك والشير والسبسكرايب. وكمان ياريت تفعلوا الجرس عشان يوصركم كل جديد. ومن هنا للفيديو الجاي. اسبكم في رعاية الله وحفظه. وكل عام وانتم بخير. وسلام وعلا.